السلام عليكم رسالة الى ادارة التعليم اجازة طويلة مملة اربع شهور اربع شهور دراسة واربع شهور اجازة والله ما في العالم مثلنا الحقيقة انكم ادارة التعليم حطمتم الاسعار حطمتم الاسعار بهذه الاجازة الطويلة مملة ارهقت الطلاب سهر ضياء عن الصلاة دوران بالشوارع ما في برامج تنفعهم تقدمهم الصراحة المفروض ان الاجازة شهرين يا ادارة التعليم المبسوط بهذه الاجازة المدرسين ودهم تصير الاجازة سنة لكن الطلاب الصراحة انكم ضيعتوهم النسوا ما درسوا سابقا سهر بالليل ما في صلاة نوم الى المغرب هذه حياتهم لعبة بها لا جهزة يعني انا باقترح اقتراح يمكن نقول لها انها خف شوي يعني كل حارة كل حارة فيها مدرسة يا اخي طبعا هذا من فضل الله ثم من فضل حكومتنا المدرسة هذه تفتح يا اخي الصير برنامج جبهة العطلة برنامج الطلاب يروحون يلعبون كورة فيها يكون فيها محاضرات دينية يكون فيها مسابقات يكون فيها تعليم للمراحل القادمة انا وراء نجحت ثاني متوسط يعطونا النبذة عن ثاني متوسط وش الدروس حقاتهم يسير الواحد كذي يتعلم صح دروس عن الاخلاق دروس عن كل حاجة ممكن هذه نقول لنا زينة لكن بس تتركونهم سكوا ببانكم وتقولون مع السلام باي باي يا طلابنا ها نشوفكم السنة الماضية عزا الله انكم ضيعتوا عيال الناس بصراحة ماه بصحي الكلام هذا يا امه انكم سووا البرامج هذه يا اخي المدارس الحمد لله موجودة في كل حي كل مدارسة تفتح يا اخي من بعد العصر الى اذن العشاء يكون فيها برامج سيما قلنا بالاول كذا ممكن الطالب يوسع صدره لكن جبتونهم الحالة النفسية جبتونهم الضغط يعني جلوس بدون اي فائدة بس نوم وسهر نوم وسهر الى ان تجي الدراسة طيعتوا مخهم فاوجه رسالة لدرت التعليم انها تنظر بهذا الموضوع هذا الحقيقة الفكرة اللي قلتها والله رائعة يا اخي افتح المدارسة الحمد لله جاهزة وكل شيء افتحوا من بعد عصر المقرب ويحطوا فيها برامج زي ما قلت اول ممكن هذي الواحد يروح الاب ويشوف ولده ويتفرج عليهم ويمزحهم ويضع ويحط حك معهم ويشاركهم باللعب يصير انيسة لان الواد هنا لما تكون مدرسة مدرسة الحارة يروح الواد على رجليه لكن تحطوا لي برنامجا بعيدة ويجيبوه لكن اذا ما يخاف عليها الواد لانه بالحارة ممكن لا يخلص يجي البيت على رجليه فهذه الرسالة اوجه لكم يا دارة التعليم يليتكم انكم تتخذون هذا الخطوة الرائعة تحياتي وشكرا